بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم طلاب وطالبات الصف الأول متوسط في مادة الرياضيات في الفصل الدراسي الثالث موضوع درسنا لهذا اليوم الإحصاء التمثيل بقطعات دائرية الجزء الأول من هذا الدرس معلمكم الأستاذ علي عبدالله العنبر وزميلي في د вопросы الإشارة أستاذ عبدالسلام المغينين إذن موضوع درسنا هو الإحصاء التمثيل بقطعات دائرية الجزء الأول من هذا الدرس فكرة الدرس أنشئ قطاعات دائرية وأفسرها إذا فكرة درسنا أنشئ قطاعات دائرية وأفسرها المفردات التي يحتويها هذا الدرس القطاعات الدائرية استعد خضروات سؤل طلاب مدرسة عن الخضروات المفضلة لديهم ويبين الجدول المجاور نتائج هذه الدراسة إذن لدينا هذا الجدول يبين نتائج هذه الدراسة سؤل طلاب مدرسة عن الخضروات المفضلة لديهم وهذا الجدول يبين نتائج هذه الدراسة الجزر بنسبة 45% الفصول الخضراء بنسبة 23% البازلا بنسبة 17% وغير ذلك بنسبة 15% السؤال الأول وضح كيف تعرف أن كل طالب قد حدد نوعا واحدا فقط من الخضروات كيف نستطيع أن نعرف أن كل طالب قد حدد نوعا واحد فقط من الخضروات لكي نستطيع أن نعرف هذه الإجابة نقوم بجمع النسب المئوية إذا أصبح مجموعها يساوي 100% فإنه لكل طالب قد حدد نوعا واحدا 45% زائد 23 زائد 17% زائد 15% مجموعها يساوي 100% إذا مجموع النسب المئوية يساوي 100% السؤال الثاني إذا سئل 400 طالب عن الخضروات المفضلة لديهم فما عدد الطلاب الذين فضلوا الجزر؟ 45% من الذين فضلوا الجزر هي 45 على 100 ككسر اعتيادي وبالتبسيط هي 9 على 20 إذن 9 على 20 نضربها في 400 لكي نوجد عدد الطلاب الذين فضلوا الجزر من أصل 400 طالب 9 على 20 ضرب 400 ما هو الجواب؟ نعم حصل منكم على 180 فإجابته صحية إذن 180 طالبا فضلوا الجزر من بين 400 طالب الرسم الذي يعرض البيانات على هيئة أجزاء من الكل في الدائرة يسمى القطاعات الدائرية ومجموع نسبها يساوي 100 في البيئة إذن الرسم الذي يعرض البيانات على هيئة أجزاء من الكل في الدائرة يسمى قطاعات دائرية يسمى القطاعات الدائرية ومجموع نسبها يساوي 100 في الـ 100 تمهيد انقل القطاعات الدائرية إلى المنقلة الدائرية على اليسار نريد أن ننقل هذه القطاعات الدائرية إلى المنقلة الدائرية على اليسار لدينا أول قطاع قياسه 50 درجة سوف نرسم هنا من الصفر إلى نصل إلى خمسين درجة الآن نريد أن ننقل القطاع الثاني وقياسه مئة درجة ولكن سوف نبدأ من هنا ما بعد الخمسين سوف نبدأ من هنا ما بعد الخمسين إذن سوف نضيف مئة درجة إلى الخمسين السابقة سوف تصبح مئة وخمسين درجة سوف نرسم قطاع إلى أن نصل إلى تزاوية مئة وخمسين في المنقلة الدائرية هذا هو القطاع إلى 150 درجة الآن القطاع الآخر قياسه 30 نضيف 30 إلى السابق إلى 150 سوف تصبح 180 نرسم هذا القطاع إلى أن يقف إلى الدرجة 180 الآن القطاع الذي يليه قياسه ماذا؟ قياسه 60 إذن نضيف 60 إلى 180 السابقة سوف يقف عند 240 إلى أن نقف عند 240 هذا هو القطاع الذي قياسه 60 درجة أنقل القطاعات الدائرية إلى الدائرة الآن نريد أن ننقل هذه القطاعات الدائرية إلى الدائرة أول قطاع لدينا هنا هذه الزاوية كم قياسها؟ نعم هذه العلامة تدل على أن هذه الزاوية قياسها 90 درجة زاوية قائمة أيضا هذه الزاوية قياسها 90 درجة وهي زاوية قائمة إذن سوف نستخدم المنقلة لرسم هنا نرسم نصف قطر ونستخدم المنقلة نبدأ من الصفر إلى القياس 90 هذه هي الزاوية الأولى هذا القطاع الأول الآن القطاع الثاني نستخدم المنقلة ونبدأ هنا من الصفر إلى نصل إلى 90 هذا القطاع الثاني الآن لدينا القطاع الثالث باللون الأخضر قياسه كم؟ 60 درجة إذن باستخدام المنقلة نقلبها هنا ونبدأ من الصفر إلى نصل إلى ماذا؟ إلى نصل إلى 60 وهذا هو القطاع الثالث إذن نقلنا هذه القطاعات الدائرية إلى الدائرة باستخدام المنقلة الرسم الذي يعرض بيانات على هيئة أجزاء من الكل في الدائرة يسمى بالقطاعات الدائرية ومجموع نسبها يساوي 100 في 100 لدينا مثال عرض البيانات بالقطاعات الدائرية المثال الأول خضروات مثل البيانات الواردة في فقرة استعد بالقطاعات الدائرية إذن البيانات الواردة في فقرة استعد في الجدول نريد أن نمثلها بالقطاعات الدائرية تتكون الدائرة من 360 درجة أوجد بالدرجات ما يمثله كل قطاع دائري إذن سوف نوجد بالدرجات ما يمثل كل قطاع دائري أولاً 45% من 360 وهي تمثل من الخضار الجزر 45% من 360 درجة نكتب 45% بالنسبة المئوية على هيئة كسر عشر 45 من 100 ونضربها في 360 ناتج هذا الضرب نعم سوف يصبح 162 درجة إذن زاوية هذا القطاع 162 درجة الآن لدينا الفاصول الخضراء الفاصول الخضراء بنسبة 23 درجة إذن 23% من 360 درجة نحول النسبة المئوية إلى كسر عشر نكتبها 23 من 100 ونضربها في 360 الآن ما هو ناتج الضرب نعم الإجابة نقرب إلى أقرب درجة فالإجابة هي 83 درجة 83 درجة تقريباً الآن القطاع الثالث البازيلا يمثل البازيلا بنسبة 17% 17% من 360 درجة نعم نحول 17% النسبة المئوية نحولها إلى كسر عشر ونكتبه 17 من 100 ونضربه في 360 درجة ناتج هذا الضرب نعم نقرب إلى أقرب درجة بالتقريب سوف يصبح تقريباً يساوي 61 درجة الآن غير ذلك من الخضار بنسبة 15% من 360 درجة نحول 15% كنسبة مئوية إلى كسر عشر نكتبها 15 من 100 ونضربها في 360 درجة الآن ناتج الضرب 15 من 100 ضرب 360 درجة نعم ناتج الضرب يساوي 54 درجة 54 درجة لتمثيل ذلك سوف نرسم دائرة بنصف قطر مناسب كما هو مبين في الشكل أدنى ثم نستعمل منقلة الرسم الزاوية الأولى التي مقدارها 162 درجة وكرر هذه الخطوة لكل جزء من القطاع كما هو موضح أمامكم نستخدم نرسم دائرة بنصف قطر مناسب ونستخدم المنقلة لرسم الزاوية الأولى بقياس 162 درجة ومن ثم نكرر هذه الخطوات إلى كل جزء أو قطاع نسمي كل قطاع من الرسم بنوع الخضار الذي يمثله ونسبته المئوية ثم نكتب عنوانا للرسم كما هو واضح أمامنا سمينا كل قطاع ونسبته المئوية ولا ننسى أن نضع عنوانا مناسب للرسم الخضروات المفضلة نتحقق يجب أن يكون مجموع قياسات الزوايا جميعها 360 درجة إذن جميع حدث الزوايا يجب أن يكون مجموعها 360 درجة نقوم بجمعها 162 زائد 83 زائد 61 زائد 54 ما هو ناتج الجمع؟ نتحقق من ذلك نعم سوف نجد أن الناتج يساوي 360 درجة إذن إجابتنا معقولة مثال لنفس المثال نمثلها بشكل آخر لدينا الزاوية الأولى 162 درجة والزاوية الثانية 83 درجة والزاوية الثالثة 61 درجة والزاوية الرابعة 54 درجة نرسم زاوية هنا بقياس كم؟ 162 درجة هنا تقريبا هذه هي الزاوية الأولى بقياس 162 درجة الآن الزاوية الثانية بقياس 83 درجة هنا تقريبا هذه هي الزاوية الثانية بقياس 83 درجة الآن الزاوية الثالثة تقريبا بقياس 61 درجة والمتبقية هي 54 درجة نسمي كل قطاع من الرسم بنوع الخضار الذي يمثله ونسبته المئوية ثم نكتب عنوانا للرسم هذا قطاع يمثل جزر بنسبة 45% وهذا قطاع يمثل فاصوليا بنسبة 23% وهذا قطاع يمثل بازلا بنسبة 17% وهذا قطاع يمثل غير ذلك بنسبة 15% ونضع عنوان للرسم الخضروات المفضلة ونستطيع أن نلون هذه قطاعات بألوان لكي توضح لنا النسب في هذا أيضا للتحقق يجب أن يكون مجموع قياسات الزوايا جميعها 360 درجة نقوم بجمعها جميعا سوف نجد أن ناتجها يساوي 360 درجة لدينا تحقق من فهمك علوم يبين الجدول المجاور نسب مكونات الغلاف الجوي للأرض مثل البيانات بالقطاعات الدائرية إذن هذا الجدول يمثل نسب مكونات الغلاف الجوي للأرض لدينا العنصر نيتروجين بنسبة 78% أكسوجين بنسبة 21% غير ذلك بنسبة 1% نريد أن نمثل هذه البيانات بالقطاعات الدائرية أولا مجموع هذه النسب نعم مجموعها جميعا 78% زايد 21% زايد 1% تساوي 100% الآن العنصر النيتروجين نريد أن نوجد زاوية قطاعه نكتب 78% على 100% ككسر اعتيادي نضربها في 360 درجة ما هو ناتج هذا الضرب؟ نعم الناتج هو 281 درجة الآن لدينا الأكسوجين بنسبة 21% نكتبها ككسر اعتيادي 21% على 100% ونضربها في 360 درجة لكي نوجد زاوية هذا القطاع ما هو ناتج الضرب؟ سوف نجد أن الناتج يساوي 76 درجة الآن لدينا غير ذلك من العناصر بنسبة 1% نكتب 1 على 100% ككسر اعتيادي ونضربها في 360 درجة سوف نجد أن الزاوية تساوي 3 درجات الآن نقوم برسم دائرة ونضع عنوان مناسب مكونات الغلاف الجوي زاوية القطاع الأول بنسبة بزاوية مقدارها كم؟ 281 درجة باستخدام المنقلة نرسم زاوية قياسها 281 درجة باللون الأزرق أمامكم الآن الزاوية الأخرى للأكسوجين بزاوية قياسها 76 درجة 76 درجة هذا يمثل النيتروجين الآن 76 درجة بهذا القياس باستخدام المنقلة نعم هذا يمثل ماذا؟ يمثل الأكسوجين بنسبة 21% المتبقي زاوية قياسها 3 درجات تمثل نسبة 1% من غير ذلك من العناصر هذه هي الزاوية لتمثل غير ذلك وهي لغير ذلك بنسبة 1% لدينا تدرب وحل المسائل مثل كل مجموعة بيانات مما يأتي على شكل قطاعات دائرية السؤال الخامس مبيعات محطة وقود محطة الوقود لديها مبيعات بنزين 91 بنسبة 86% بنزين 95 بنسبة 8% وديزل بنسبة 6% نريد أن نمثل هذه البيانات على شكل قطاعات دائرية أولاً ما نتأكد أن مجموع النسب يساوي 100% 86% زائد 8% زائد 6% مجموعها يساوي نسبة 100% الآن نوجد زاوية القطاع الذي يمثل بنزين 91 86% نكتبه على هيئة كسر اعتيادي 86 على 100 ونضربها في 360 درجة نقرب الناتج سوف نجد أن الناتج يساوي تقريباً 310 درجة الآن لدينا بنزين 95 بنسبة 8% نكتبه على هيئة كسر اعتيادي 8 على 100 ونضربها في 360 درجة لكي نوجد زاوية هذا القطاع ما هو الناتج؟ بالتقريب سوف نجد أن الناتج بالتقريب يساوي 29 درجة الآن لدينا الديزل بنسبة 6 في 100 نكتبها على هيئة كسر اعتيادي 6 على 100 ونضربها في 360 درجة سوف نجد أن الناتج بالتقريب سوف يساوي تقريباً 21 درجة الآن نرسم دائرة بقطر مناسب ونضع عنوان لهذا التمثيل مبيعات محطة وقود لدينا الزاوية الأولى وتمثل بنزين 91 إذن قياس الزاوية 310 درجة باستخدام المنقلة نرسم زاوية قياسها 310 درجة هذه الزاوية قياسها 310 درجة وهي تمثل البنزين 91 بنسبة 86 في 100 الآن لدينا بنزين 95 بزاوية قياسها 29 درجة نرسم زاوية قياسها 29 درجة باستخدام المنقلة وهي تمثل بنزين 95 بنسبة 8 في 100 لدينا الديزل بنسبة 6 في 100 وزاوية أو قطاع بزاوية قياسها 21 درجة هذا هو المتبقي قياس 21 درجة ويمثل الديزل بنسبة 6 في 100 أيضاً لدينا تدرب وحل المسائل مثل كل مجموعة بيانات مما يأتي على شكل قطاعات دائرية لدينا زوار حديقة حيوانات الزوار الأطفال بنسبة 61% والنسبة 27% والرجال بنسبة 12 في 100 نريد أن نمثل هذه بيانات بشكل قطاعات دائرية أولاً نتأكد أن مجموعة النسب يساوي 100% نقوم بجمعها 61 زائد 27 زائد 12 سوف نجد أن المجموعة يساوي 100 في 100 الآن نوجد زاوية القطاع الذي يمثل الأطفال نسبته 61% نكتب النسبة على هيئة كسر اعتيادي 61 على 100 ونضربها في 360 درجة نقرب الناتج سوف نجد أن الناتج يساوي تقريباً 220 درجة الآن القطاع الآخر يمثل النساء بنسبة 27% نكتب 27 على 100 على هيئة كسر اعتيادي ونضربها في 360 درجة لكي نوجد زاوية هذا القطاع نقرب الناتج سوف نجد أن الناتج يساوي تقريباً 97 درجة الآن لدينا القطاع الذي يمثل الرجال من زوار الحديقة بنسبة 12% نكتب 12 على 100 ونضربها في 360 لكي نوجد زاوية هذا القطاع الآن ما هو الناتج بالتقريب؟ نعم سوف نجد أن الناتج يساوي 43 درجة الآن نرسم دائرة بقطر مناسب ونضع عنوان لهذا التمثيل زوار حديقة حيوانات لدينا أولاً 220 درجة تمثل قطاع الزوار من الأطفال 220 درجة نرسم زاوية قياسها 220 درجة هذه هي الزاوية وتمثل الأطفال بنسبة 61% الآن لدينا النساء بزاوية أو قطاع بزاويته 97 درجة نرسم هنا زاوية قياسها 97 درجة هذه تمثل النساء بنسبة 27% المتبقي هو قطاع زاويةه 43 درجة ويمثل الزوار من الرجال بنسبة 12% مساء المهرات التفكير العليا السؤال 21 أكتوب يبين الجدول المجاور نسب أو نسب أشخاص يفضلون أنواع مختلفة من العصير هل يمكن تمثيل البيانات في قطاعات دائرية؟ وضح إجابتك لدينا عصير البرتقال بنسبة 54% عصير مشكل بنسبة 48% عصير المانجو بنسبة 37% عصير التوت بنسبة 15% هل يمكن تمثيل هذه البيانات في قطاعات دائرية؟ وضح إجابتك مجموعة هذه النسب إذا قمنا بنتجمعها سوف يساوي 154% إذن الإجابة لا لا يمكن تمثيل هذه البيانات في قطاعات دائرية لأنه يجب أن تكون مجموعة نسب 100% لكي نمثلها بقطاعات دائرية لأن مجموعة النسبة المئوية أكبر من 100% والأشخاص الذين تم استبيانهم يجب أن لا يسمح لهم باختيار أكثر من نوع من العصائر قد يكون الأشخاص الذين تم استبيانهم اختاروا أكثر من نوع فلذلك أصبح المجموعة لدينا أكبر من 100% إذن لا يمكن تمثيل هذه البيانات بالقطاعات الدائرية في نهاية هذا الدرس تعلمنا الرسم الذي يعرض بيانات على هذه الأجزاء من الكل في الدائرة يسمى القطاعات الدائرية ومجموع نسبها يساوي 100% وأيضا قمنا بنقل هذه القطاعات إلى الدائرة لدينا القطاع الأول باستخدام المنقلة الزاوية الأولى قياسها 90 درجة باستخدام المنقلة رسمنا 90 درجة الزاوية الثانية أيضا قياسها 90 درجة قمنا برسم زاوية أو قطاع زاويته 90 درجة باستخدام المنقلة أيضا لدينا القطاع الثالث بزاوية قياسها 60 درجة باستخدام المنقلة رسمنا هنا القطاع بزاوية قياسها 60 درجة إلى هنا يا حبتي نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم دمتم بحفظ الله ورعايته